ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل من كل بلد أكلة كنا في المطبخ الأسباني ونرجع للمطبخ الفرنسي والمطبخ الفرنسي طبعا بيشتهب أكلات متميزة جدا ولو تحدثنا على المطبخ الفرنسي هنتكلم فيه ونقول أشعار خدنا منه حاجات كتير استخدمناها في مصر لكن المطبخ الفرنسي بيتميز بالمعجنات والمقارونة وكمان بيتميز بالكروسون طبعا احنا خدنا منه المعجنات وكلنا طبعا بنحب المعجنات والكروسون بزدد وكل ولادنا بيحبوه لكن هقول لكم برضو تاني على طبق متميز جدا في فرنسا وهو البصل ومرقة اللحم وكمان بيضيفوا عليه الحليب وبيت يعني بيعملوا الطبق كده بيحطوا عليه من فوق حليب وبيحطوا عليه بيض وكمان ممكن يحطوا على شربة البصل دي خبز محمص وعليه جبنة طبعا اكيد كلنا هنحب الطبق ده نروح بقى للمطبخ اليوناني وجمال اليونان نيجي بقى نقول اشهر اطباق اليونان هو عبارة عن ورق العنب ومحشه بالتوابل مع الرز طبعا ورق العنب ده طبعا احنا متميزين به برضو كمصريين وممكن نكون خدنا منهم الورق العنب وحرفناه وعملناه احنا محش ورق العنب بدل رز بس حطنا عليه بقى اضافاتنا المتميزة بتاعة المصريين دي وطبقة وبصل وحاجات كده ايه وخضرة والكلام الحلو بتاع المصريين ده احنا على طول بناخد اي اكلات نحرفها على طرقتنا المصريين زي الكشري احنا اتكلمنا عن الكشر ان هم كانوا كان رز وبصل رز ومكارونا بس احنا خدناه حطنا عليه عدس وحطنا عليه طماطم وحطنا عليه بصل وحطنا عليه حاجات كتير ورق العنب ده بيكون محشي بالروس وكمان ده رايب احنا زي ما قلنا ان هو من الطريقة المصرية طيب نروح بقى من اليونان ونروح للمطبخ الامريكي المطبخ الامريكي ده متميز طبعا جدا جدا باكلاته وطبعا بيشتهر طبعا بالوجبات السريعة اللي نزلت مصر وكلنا دلوقتي بقينا ناكل الوجبات السريعة ومنها طبعا الهوت دوغ والبرجر بالاضافة طبعا للدونت المتميز بتاعه ومن المطبخ الامريكي نروح للمطبخ التركي برضو التركي مميز جدا وممكن يكون هو قريب شوية من المطبخ المصري من اشهر اكلاته طبعا الشاورمة التركي اللي ممالت مصر كلنا دلوقتي بينا نحب ناكل شاورمة تركي وطبعا باضافاتنا بقى وكل ست بيت طبعا بتتميز باكلها وبمطبخها هي بتحب تحط توابلها ايه وطبعا ده بيتعامل من اللحم الاحمر او الدجاج المتبل على سيخ يتم شوائها نروح بقى لمطبخنا المصري الجميل وطبعا من اشهر اكلات المطبخ المصري هي اولا الملوخية المحشي بما ان احنا في الشتا طبعا بيتميز جدا جدا وطبعا كل ما بنسافر برا لما حد بيلاقي حد مصري بيقوله يا ريتا ملنا اكلات مصرية لانها متميزة جدا جدا بماذا يعني بصراحة فريد من نوع يعني انا مش قادر اقول نقول مثلا على الملوخية نقول المحشي ورعينا بكرومب كشري برضو بيحبوا يأكلوا مننا مثلا احنا برضو تميزنا في الكوارع اللي هي ممكن تكون ناس كتير قوي او بلاد كتير قوي ما تعرفهاش برضو تميزنا مثلا بمنبار كشة كرشة الحاجات الحلوة اللي احنا كلنا بنحبها دي طبعا اكلات مصرية اصيلة نيجي بقى نروح من مصر ونروح على السعودية وطبعا من اشهر الاكلات السعودية وهي الكابسة السعودي اللي برضو نزلت مصر وكلنا حبناها وكلنا بنحب نعملها اذا كان بالفراخ او باللحم وتكون اهم حاجة اللحم بتاعها بيكون من لحم الماعز وطبعا بيضيفوا هما هناك عليها مقصرات وتوابلهم فطبعا احنا برضو اخدنا منهم ممكن يكون بنشيل المقصرات شوية لان احنا لازم يبقى لينا تطش كده مصري بس برضو لذيذة وجميلة ومفيدة في نفس الوقت يعني وبرضو هي من الاكلات الشتوية برضو اللي هي ممكن تدفي نروح بقى للمطبخ العراقي ولمطبخ العراقي بيشتهر باكلاته المسقوف وتكون من السمك المشوي وطبعا ليهم طريقة خاصة في تقديم الطبق ده يعني هو ممكن يكون العراق ده اشهر طبق يعني يروح العراق يطلب الاشهر طبق قري ونروح بقى للمطبخ السوري اللي اكتسح المطبخ المصري باكلاته المتميزة واكلاته اللي لها مزاق خاص يعني لها توابله كمان توابلهم متميزة جدا ما شاء الله عليهم هم متميزين جدا في المطبخ بتاعهم وبيحبوه جدا ده اللي احنا اكتشفناه ومن طبعا اكلاتهم ورق العنب بطريقة مختلفة طبعا عن المصريين وهو من الرز واللحم والخضار ويسمى هناك اليبرق هو ده اسم ورق العنب هناك احنا عندنا محش ورق العنب بعيد ونروح بقى لدول شمال افريقيا والطبق المميز عندهم وهو الكسكسي طبعا احنا برضو عندنا هنا برضو الكسكسي حلو وحادق هم برضو الشمال افريقيا متميزين جدا بطبق الكسكسي ده تقريبا هو الطبق الاساسي في المطبخ عندهم وهو بيتكون من تحين الامح وطبعا كلنا عارفين ان هو بيتكون من تحين الامح ده حاجة جميلة جدا وكلنا طبعا بنحب ناكله انا شخصيا بحب الكسكسي جدا بالسكر يعني احنا هنا في مصر تقريبا هو ممكن يكون في الصعيد برضو بيستخدمه بدل الرز لان هو متميز جدا وكمان ليه طعم حلو جدا ممكن بقى نرجع تاني ونقول على البيت مشاركة والبيت مشاركة يعني تعاون يعني حب في البيت كلنا نشارك كلنا نبعث صورنا زي ما عرضنا قبل كده كلنا نبعث صورنا للبيت مشاركة علشان نعرضها واحنا بنعتذر النهاردة ان احنا نعرض اي صور للبيت مشاركة علشان معانا النهاردة مطبخ من اعماق البحار خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف باقي فقراتنا